الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسالين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور وسرور خجحوتلز.net اليوم نتكلم في فندق اسمه Hilton اسمه هيلتون الذي يقع على جبل أمار بن الخطاب هذا هو هيلتون سويتس هيلتون سويتس يقع من مسجد الحرام أكل من مئتي متر وراء فندق انتركانتينينتال وهذا الفندق هيلتون جميل جدا وجديد عندما تدخل انترك الحرم تمر بكثير من محلات فندق كما قلت نظيف 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 استقبال كبير كبير وواسع حتى في وسط الاستقبال ترى نفورة نفورة ويجري الماء حتى تجلس وترتاح وتسمع كيف يجري الماء أيضا بجواري يوجد مكان ما شاء الله جيد جدا لكي انت تجلس وتشرب شاي والقهوة وتأكل حلويات وتنظر وتشاهد الأثار كديمة هذا هو المكان ما شاء الله جيد 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 حتى ممكن تشرب شاي كهوة وتستمتع نحن أيضا عن طريق حاج خوتنس نعرض بعض الهدايا الهدايا اليدوية التي تصنع عند خبراء روسيا هم يصنعون هذه الهدايا ويبيعون في المحلات هذه هدايا مغنيتسية هدينا مكة حاج والعمرة مكتوب كل ما يريد الحاج ونرجع إلى الخندق كما قلت مكان للاستراحة ونطلع إلى الدار إلى الدار الثاني هناك أشياء عجيبة الججل يعرفون ماذا في الدار الثاني ولكن أنا أريد وأقول لكم اطلعوا في الاستقبال إلى الدار الثاني وانظروا ما شاء الله هنا ممكن تجلس أنت غرفة صغيرة تجلس وتشاهد منظر جميل 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 غرفة صغيرة والنصادات لا يتعبك أحد هكذا هو المنظر بارك الله فيكم كان معكم نور وسرور من شركة حاجحوتلز.net السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته